من الزوجة من ميراثي الأقار يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وهذا يعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها ولكن الشيعة قالوا أو بعض الفقهاء أو الشيخ المفيد قالوا إن الزوجات لا ترث من رباع الأرض شيئا وإعطائهن بدلا من ذلك قيمة البناء والطوب والخشب والآلات وخصصوا بذلك أموم القرآن كما يقول الشيخ المفيد بناء على ما تواتر لديهم من أحاديث عن أئمة الهدى من آل محمد بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئا إذ ثبت الخبر عن الأئمة المعصومين بذلك ويجب القضاء بخصوص العموم يعني تخصيص العموم بخبر متواتر لا سيما وإن أهل السنة يخصون العموم وظاهر القرآن بأخبار الآحاد الشاذة ومنهم من يخصه بالمراسيل من الآحاد والظن الفاسد الذي يسمونه قياسا فكيف ننكر خبرا ثبت عن النبي من جهة أترته الصادقين وأضاف المفيد إن للشيعة أن يقول أن الرباعة ليست مما تركها الأزواج لجميع الورثة وإنما قضى أموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج والثمن على ما بينه الله عز وجل وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أن التربة والرباعة من تركات الأزواج للزوجات بطل التعلق بالأموم في هذا الباب ورد المفيد على أحد علماء أهل السنة في صاغان مدينة في خراسان الذي اعترض على مخالفة الشيعة إجماع المسلمين في هذه المسألة ولم يذكر اسم ذلك الشيخ فقال له إنك أيها الشيخ قد خصصت وأئمتك من قبلك أموم هذه الآية بل رفعتم حكمها في أزواج النبي وحرمتموهن من استحقاقي بركاتي ميراثي جملة وحرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن وهو ما رواه صاحبك عن النبي أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فرد على الله قوله ورث سليمان وداود وقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وخصص أموم قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان وقصد بذلك منأ سيدة نساء العالمين ميراثها من أبيها مع ما بيناه من إيجاب أموم القرآن ذلك وظاهر قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين وربما كان السر وراء انفراد الشيعة بهذا التخصيص لعموم آية الميرات للزوجات وهو الرد على أبي بكر في منأ الزهراء فدك ومحاولة تجريد السيدة عائشة من ملكيتها بيتها الذي دفن فيه رسول الله ولو بعد قرون إرث البنت مع الأعمام وكما كان ثمة سر وراء الإفتاء بحرمان الزوجة من ميراث العقار يبدو أن هناك أيضا سرا مشابها وراء الإفتاء بإعطاء جميع الإرث للبنت الوحيدة وعدم إعطاء النصفي للأخوة والأعمام والأقارب كما يقول أهل السنة وذلك من أجل منأ العباسيين من إدعاء الحق في وراثة النبي سياسيا وقد ناضل الشيخ المفيد في الدفاع عن هذا الموقف الفقهي السياسي المتأخر وقد سؤل في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق حول حوز البنت المال دون العم والأخ فقيل له أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما كيف تقسم الفريضة في تركته فقال إذا لم يكن ترك غير المذكورين فالمال بأسره للبنت خاصة وليس للعم شيئا فقال السائل لماذا زعمت أن المال للبنت خاصة وليس للعم شيئا وما الدليل على ذلك فقال الشيخ المفيد الدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن إجماع آل محمد فأما كتاب الله فقوله يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوقت نتين فلهن ثلث وما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف فأوجب سبحانه للبنت النصفة كملا مع الأبوين وأوجب لها النصف الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد كانت البنت مستحقة للنصف مع العم كما تستحقه مع الأبوين بنصف التلاوة بنصف التلاوة ونظرنا في النصف الآخر ونظرنا في النصف الآخر ومن هو أولى به أهي أم العم فإذا هي وجدناها أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسها والعم يتقرب إلى الميت بجده والجد يتقرب إلى الميت بأبيه فوجب رد النصف الباقي إلى البنت بمفهوم آية ذو الأرحام وأما السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وعليه لما قتل حمزة بن عبد المطلب وخلف ابنته وأخاه العباس وابن أخيه رسول الله وبني أخيه علي وجعفر وعقيلا فورث رسول الله ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئا ولا ورث أخاه العباس ولا بني أخيه أبي طالب رحمه الله فدل على أن البنت أحق بالميراث كله من العم والأخي وابن الأخ وقد قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته وأما إجمع آل محمد فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه وقد قال رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحول وأضاف الشيخ المفيد قد ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامة في قولهم في الميراث أن يكون نصيب بني العام أكثر من نصيب الولد واضطرهم إلى الأتراف بذلك قال لهم خبروني عن رجل توفي وخلف ثلاثين ألف درهم وخلف ثمانية وعشرين بنتا وخلف ابنا واحدا كيف يقسم مراثه فقالوا يعطى الولد الذكر ألف درهم وتعطى كل بنت ألف للذكر مثل حظ الأنثيين قال لهم فما تقولون إن كان موضع الابن ابن عم فقالوا يعطى ابن العم عشرة آلاف درهم وتعطى البنات كلهن عشرين ألف درهم فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك قال لهم الفضل بن شاذان فقد صار ابن العم أوفر حظا أوفر حظا من الابن للصلب والابن مسمى بأبيهم وأبوهم يتقرب بجده والجد يتقرب بابنه وهذا نقض الشريعة الطلاق بالثلاث باطل أو طلقة واحدة وهذه مسألة خلافية كبيرة بين السنة والشيعة عبر التاريخ وقد التزم أموم فقهاء أهل السنة بكونها ثلاثا وبينونة المرأة من زوجها كما لو طلقت ثلاثا وذلك تقليدا لحكم الخليفة أمر باعتبار الطلاق بلفظ ثلاثي ثلاثا وكان من المتوقع أن ينتصر الشيخ المفيد لرأي أئمة أهل البيت المخالف لهذا الحكم فقال لا خلافة أنه رفع إلى أمر رجل قد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه وبعد ذلك رفع إليه رجل قد طلق كالأول فأبانها منه فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين فقال قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز وجل ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران فاعترف بأن المطلق ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب وإنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان فعملنا من قوله على ما وافق القرآن ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي وأضاف على أنه لا خلاف بين أهل اللسان وأهل الإسلام أن المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم قال في عقيبه ثلاثا سبحان ربي العظيم ثلاثا سبحان ربي العظيم ثلاثا ولو قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا ولو قرأ الحمد مرة ثم قال في آخرها بلفظ عشرا أو قال الملاعن أشهد بالله أربعا أني لم نصادقين لم يكن كذلك لابد أن يكرر الكلام أربع مرات لا يقول عشرا أو ثلاثا أو أربعا أو ما شابه نتوقف هنا لكي نتابع بقية الأحكام الفقهية التي يختلف فيها الشيعة الإمامية عن بقية المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته